في بداية سنة 2023 تم التصريح باستعمال الطحين المستخرج من الديدان والصراصير وفي بداية سنة 2024 في قرار مهم ينتظر الجميع داخل دول الاتحاد الأوروبي ويمكن دول العالم كلها ففي الفيديو ده عايزك قبل ما نبدأ التفاصيل والشرح تروح تجيب دفتر وتروح تجيب دفتر وقلم عشان هنقول حاجات مهمة جدا هنا عن ايه اللي ناكله و ايه اللي ما ناكلوش ولما ندخل السوبر ماركت ناخد بلا من ايه وتغييرات مهمة جدا جدا ممكن تحصل في سنة 2024 فما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير وتشتركوا في القناة وتفعروا الجرس ويلا بنا على موضوع الحلقة لو نظرنا القوانين الزراعة داخل دول الاتحاد الأوروبي هنلاقيها ان هي كتير متشددة في موضوع استعمال البزور المعدلة وراسيا اي بزور مطبق عليها الهندسة الوراسية ممنوع ان يتم استخراج او زراعة بها محاصيل داخل دول الاتحاد الأوروبي ولكن يوم 11-12-2023 السنة اللي احنا فيها ديت وزراء الزراع الأوروبيين كانوا مجتمعين الوزراء مجتمعين عشان يقرروا هل يسمحوا باستعمال البزور المعدلة وراسيا للزراعة داخل دول الاتحاد الأوروبي في السنوات القادمة ام لا يسمحوا؟ مبدئيا الجلسة الاولى بتاعت 11-12-2023 مفيش اغلابية موافقة ولكن من ضمن الدول اللي وفقت واللي كلمتها قوية ومسموعة هولندا وزير الزراعة الهولندي صرح ان هما لازم الدول الأوروبية توافق على الموضوع ده عشان لا نتخلف عن الراكم واللي بيقيت قرار وزير الزراع الأوروبي بالموافقة على استعمال البزور المعدلة وراسيا المفوضية الزراعية الأوروبية شايفة ان القواعد لازم تتغير وتسمح باستعمال البزور المعدلة وراسية التلفزيون الهولندي كمان بيتكلم على ان لو الامر متروك للمفوضية الأوروبية فقط ان هي اللي تقرر اه او لا في موضوع البزور المعدلة وراسيا دون استئزان وزراء الزراع الأوروبيين المفوضية الأوروبية هتسمح مباشرة باستعمال البزور المعدلة وراسية طيب من المعروف ان فيه تقنيات كتيرة جدا لتعديل البزور بزور النباتات والخضروات والفواكه تعديلها وراسيا فيه تقنيات كتيرة جدا اي تقنية بيتكلم علاقة الاتحاد الاوروبي الاتحاد الاوروبي عايز يغير قواعده مخصوص لاستعمال بزور معدرة وصيا ويقصد هنا تقنية واحدة فقط تختصر بي سي ار اي اس بي ار كاس او ممكن نقول كريس بار كاس التقنية دي بحسب المؤيدين لاستعمالها والقوانين الاوروبية لو تم تغييرها هتعتمد التقنية دي بشكل اساسي بيقولك بيتم التلاعب مش عايز اقول التلاعب ولكن هي فعلا ترجمها تلاعب بيتم التغيير في الحمض النووي للبزور والنباتات بحيث ان هي تنمو بشكل افضل وتقاوم الجفاف والملوحة في الترب وبحسب المؤيدين ايضا للتكنولوجيا دي او التقنية دي او اللي بالمناسبة يا جماعة حصلت على جائزة نوبل للسلام بحسب المؤيدين لها كلام ان انت يصعب ان انت بعد ما تعمل خيار او امح او اي محصول زراعي معين بالبزور المعدلة وراثية وجدت قرنه باللنامت طبيعيا دون التلاعب فيها بيقولك يعني صعب جدا ان انت تلاحظ الفرق ولذلك وده من ضمن الاسباب وحاجات المهمة جدا لازم نقول عليها المؤيدين للقرار بيقولك كمان لما نعمل محاصيل معدلة وراثية ويتم بيعها في السوبر ماركت مش لازم نكتب علي ان هي معدلة وراثية وبيستعمله هنا حجة ايه ان الفرق مش كبير خالص بين اللي نمى طبيعيا واللي نمى معدلة وراثية السيد جون فاندر اوست اللي انتوا شايفينه قدامكم ده يا جماعة ده استاذ علم الاحياء الدقيقة في احد اهم الجامعات الهولندية واللي بيقول مش لازم نبالغ او في الوعود المنتظرة من وراء تكنولوجيا التعديل الوراثي للبزور اللي هي الكريس باركاسل اللي احنا تكلمنا عليها قبل شوية ولكن هو شايف هو مؤيد لها بالمناسبة وبيقول ان التكنولوجيا ديات هتضمن توفير الغذاء وخاصة للدول الفقيرة انت بتتكلم هنا على دول في افريقيا وحول العالم عندها فقر مائي لما نعمل لهم بزور معدلة وراثية انا طبعا هنا بشرح اراء المؤيدين لهم وبشرح شرائي الخاص لو عملنا بزور معدلة وراثية بتقاوم الجفاف وبتقاوم الملوحة في الطربة فاحنا هنساعد الدول ديات انها تتغلب على المشاكل ديات ويتوفر عندها الاكتفاء الغذاء الخاص بيها طيب احنا كده اخدنا اراء الناس المؤيدين واللي بيتكلموا بشكل ايجابي عن التقنية دي نيجي بقى للمعارضين المعارضين هم الفلاحين نفسهم في هولندا فيه فلاحين بيستعملوا مبيدات حشرية وعايزين يستعملوا اللي هي تكنولوجيا وهندسة الوراثية لتعديل البزور وفيه فلاحين اللي هم الفلاحين العضويين اللي هي ما يسمى بالمنتجات البيو او المحاصيل البيو بيو يعني بيزرع بشكل طبيعي الموسم اللي هو فيه برطوان بتلاقي فيه برطوان الموسم اللي فيه بطاطس بتلاقي فيه بطاطس ما بيتلعبش او ما بيعملش اي حاجة غلط ولا بيستعمل اي مبيدات حشرية ولا بيتدخل في موضوع نمو النبات فلاحين دول واحد منهم قريب جدا من مدينة ألميرا في هولندا بيقول الآتي واقف قدام احد القنوات المائية وبيقول على اليمين هنا ده الحقل الخاص بيه الارض الزراعية الخاصة بيها هو معروف انه هو فلاح بيعمل محاصيل زراعية عضوية ما بيستعملش اي حاجة ضر الانسان وبيسيب الحاجة تانيه بشكل طبيعي ومن الناحية التانية من القنوات المائية او النهر اللي هو واقف عليه بيقولك ده حد المفروض انه هو هيستعمل تكنولوجيا الهندسة الوراثية اللي المفروض انه هيسمح بيها وهنقول تاريخ القرار امتى بالرفض او بالقبول بيقول انه بسبب انه هو هيزرع الناحية التانية من القناة وهو كفلاح عضوي عنده محاصيل عضوية طبعا القوانين مشددة جدا وبيكون عليمه رقبة وعشان ياخد الشهادة انه هو محاصيل عضوية موضوع صعب جدا بيقول انه بسبب ان اللي جنبي من القناة الناحية التانية هيزرع محاصيل معدلة وراسيا ببوزور معدلة وراسيا الرياح هتعمل عملية تلقيح للمحاصيل الخاصة به وده هيفسد محاصيله هنا محاصيل الناحية الاولى من القناة معدلة وراسيا هنا هو فلاح عضوي لن يصبح فلاح عضوي بعد الآن إذا سمح بذلك أضوف إلى ذلك هو بيذكر لنا كمان أسباب ليه هو لا يؤيد هذه التكنولوجيا بقولك احنا ما نعرفش إيه اللي بيحصل في المعامل طبعا في المعامل ديت معامل الهندسة الوراثية إذا سمح بالموضوع بيتم التلعب زي ما قلنا بالبزور ولكن إيه هي التفاصيل هو بيقولك فلاح عضوي احنا ما نعرفش إيه التفاصيل وإيه اللي بيحصل بالزبط للبزور والسبب الأخير كمان اللي بيتكلم عليه السيد اللي هو الفلاح القريب من مدينة ألميرا بيقولك كمان التكنولوجيا الخاصة بالهندسة الوراثية انت كفلاح لو قررت تستعملها انت محتاج معامل بتتكلف الكثير من المال القرار اللي هيتخذه زراء الزراع الأوروبيين سواء بالقبول أو الرفض هيكون التصويت عليه في الشهر الأول من سنة 2024 وأكيد هنعرفكم ولكن على الأقل زي ما انتوا شايفين في دول مشهورة جدا زي هولندا في المفوضية الزراعية الأوروبية المفوضية الأوروبية كمان نفسها كل دول مؤيدين للقرار خلينا نشوف وننتظر ايه اللي هيحصل هيجي واحد يقولك ايه المشكلة لو وفقوا عليه ما نشتريهوش ما نشتريش مثلا الخيار المعدل وراسيا ونشتري أنواع الخيار الأخرى الموجودة في السوبر ماركت هارجع فكرك وقولك ان هم المقترح الخاص بالموافقة على استعمال بزور معدلة وراسيا لا يسمح بتبليغ المستهلك بذلك يعني انت هتشوف قرائف في السوبر ماركت يا اما خيار معدل وراسيا او غير ذلك مش هيبقى مكتوب عليه ولكن لنفرض ان هو القانون ده ترافض ولن يتم ادخال تكنولوجيا تعديل البزور وراسيا ويبقى الخيارات اللي موجودة داخل السوبر ماركت كما هي تعال نشوف ايه هي لما بندخل السوبر ماركت في هولندا ولنفرض ان احنا نروح عند الفواكه بتلاقي الفواكه عليها كود الكود دي يا جماعة بيتكون على الاقل من اربع ارقام ناخد مثال لو شفت موزة موجود عليها الرقم اللي بيبدأ باربعة وبعدين صفر واحد واحد لازم تعرف ان دي موزة ما لم تنمو بشكل طبيعي وتم استعمال الموبيدات الحشرية طيب لو قدام الاربعة دي تسعة اربعة صفر واحد واحد ده معناته ان ده محصول عضوي تم زراعته بطريقة طبيعية جدا في الموسم المخصص ولم يتم التدخل في زراعته بشكل او باخر عن طريق الانسان يبقى كده لما تدخل السوبر ماركت او حاضرتك تدخل السوبر ماركت عايز تجيب طلبات لما تروح عند الخضار والفاكهة وانت او انت مغمضة عنيك لما تشوفي ان الكود اللي موجود على خضارة او فاكهة معينة بيتكون من اربع ارقام نعرف ان ده في موبيدات حشرية وهنرجع للموبيدات الحشرية واضرارها كمان شوي لو بيتكون من خمس ارقام وفي تسعة في الاول يبقى ده عضوي لو بيتكون من خمس ارقام وبيبدأ بالرقم تمانية يبقى ده هيكون او متلاعب به وراسيا تم تعديل البزور بحيث انها مثلا تدي سمار اكثر او تنمو بسرعة اكبر بنيجي هنا لتأثير المحاصيل المزروعة باستعمال الموبيدات الحشرية وتأثيرها على صحة الانسان واحد اهم التأثيرات اللي لقينا معلومات عنها هو ده الباركنسون ده الباركنسون ده يا جماعة هو بيقولك اضطراب تنكسي يستفحل ببطء في مناطق محددة من الدماغ المرض ده ليه علاقة باستعمال الموبيدات الحشرية وهو يتميز بالرعاش عندما تكون العضلات في حالة راحة وايضا يصبح التفكير ضعيفا او يحدس الخرف ويسبب صعوبة في الحفاظ على التوازن وبطء الحركات الارادية وايضا يزيد توتر العضلات ده بالنسبة لموضوع استعمال الموبيدات الحشرية وتأثيرها على صحة الانسان وطبعا ما بنقولش الكلام ده من اول مرة او من تاني مرة استعماله ولكن احنا بنتكلم هنا على استعمال على المادة الطوية بنيجي لحاجة تانية هنا موجودة في السوبر ماركت وهي او موجودة في المحلات بشكل عام داخل هولندا وهو موضوع المنتجات اللي بيكون عليها الاشعار قد ايه المنتج ده صحي يعني من الـ للـ تقريبا الـ طبعا ده بيكون اخضر معناته ان ده مفهوش سكر كتير او نسبة السكر فيه تكاد تكون من عادة وطبعا كل ما تروح على الـ بي والسي والدي وما الى ذلك معناته ان ده اقل واكسر ضرر اقل الصحية واكسر ضرر ولكن المفاجأة ان لقينا احد المنتجات اللي بيتسمى منتجات التخسيس وموجودة داخل هولندا اسمه الـ ده عشان يخسس الناس طبعا موجود عليه اللي هو الرمز الخاص بي قدي ايه المنتج ده صحي وطبعا قدي المنتج ده صحي بيقص فقط موضوع السكر تفاجأنا ان المنتج ده اخد فجأة الرمز A الرمز A معناته اخضر وكويس جدا ولكن ده مش بسبب ان هما تنازلوا عن استعمال السكر لا استبدلوا السكر باسم العنصر اللي قدامكم ده واللي بيحل محل السكر ولكن بما ان هما ما بيستعملوش حرفيا السكر تم تصنيفهم A ولكن لازال المنتج مضر والمفاجأ ان هو اسمه منتج للتخسيس فده اللي احنا بنتكلم عليه التلاعب بالزبائن من ناحية عايزين يعملوا موضوع المعدل وراثيا ولا يخبروا المستهلك ومن ناحية تانية عاملين المقياس الخاص باستعمال السكر فالشركات بتتحايل على هذه المعايير والقوانين بنيجي النقطة مهمة جدا هنا بالنظر للإحصائيات القادمة من سنة 2022 لو بصينا على جميع المنتجات الزراعية اللي بتصدرها هولندا وهي تاني أهم دولة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية في تصدير المنتجات الزراعية بما يقارب 122 أو 123 مليار يورو من المية 23 مليار يورو في 11 مليار يورو فقط للحوم هولندا يا جماعة عندها شركتين يعتبروا الأهم على مستوى العالم شركة موسى ميت وشركة ميتابول الشركتين دول مسؤولين عن تصنيع اللحوم راسيا تعرف أنت هم بيعملوا اللحمة في المعامل وما بيتباحوش البقر أو بيتباحوا الحيوانات عشان يطلع لحم والكلام ده مشروع على موقع الشركتين زي ما أنت شايف قدامك كده بيقولك أن احنا بناخد عينة دم من أهم وأحسن جزء من البقر والموضوع ده ما بياخدش غير ثواني معدودة أو دقائق معدودة وبعدها الحيوان بيقدر يتحرك بكل بساطة بياخدوا عينة الدم ديات بيعملوا بها بيقولك بنهتم بها تماما كما يهتم بالحيوان يعني احنا بنهتم بالحيوان وبندله على فوقك عشان يربي لحم وبعد كده نتباح ونستعمله هما بيقولوا لك نفس الطريقة اللي بتنموا بها خليط الدم ديات ده الجسم الحيوان بشكل طبيعي احنا بنعمل نفس الموضوع ولكن في المعامل ومن عينة الدم الواحدة بيقولك نقدر نعمل لحد ما يصل تمانين ألف هامبورجر والهامبورجر اللي هما بيعملوه بيقولك بيكون برضو يعني لازج وبينزل منه دهون زيه زي الطبيعي بالزاب وبالحديث عن اللحوم المعدلة وراسيا داخل المعامل في هولندا قبل عشر سنين وتحديدا في سنة 2013 خرج للناس أول هامبورجر معدل وراسيا وتم استعمال فيه 40 مليار خلية جزعية وكان سعره يا جماعة اسمع سعر كويس 250 ألف يور دلوقتي الحكومة الهولندية قبل شوره وقبل ما تسقط طبعا تحديدا أظن في شهر 3 أو 4 السنة دي كانت بصدد العمل على قرار بالسماح ببيع وتزوق اللحوم المعدلة وراسيا داخل السوبر ماركت وبحسب قناة RTL News أو بحسب موقع RTL News الإخباري بقولك ده خطوة بتجعل اللحوم اللي هي بالشكل ده اللي بيتم استعمالها بدون الحاجة لقتل أي حيوان زي ما قلنا العينة الدم اللي بياخدوها بيكون وزنها 0.5 جرام وبتأخذ تحت التغدير وبعديها مباشرة بيتحرك الحيوان بكل حرية كده تبقى اللحوم المعدلة وراسيا الرابط للسوء وما تنساش الجماعة النباتيين دايما كان سببهم ولا أنا تكلمت مع سيدة هولندية نباتية بتقول أنا ما باكلش اللحوم والسبب إن في قتل الحوانات طبعا النقاش بكل أدب لما أنا قاريت المعلومات على موقع موسى ميت الشركة الهولندية الأشهر على مستوى العالم في استزراع اللحوم قلت لها طب إيه رأيك في لحمة وهامبيرجر معمول بدون قتل أي حوان فهي تفجأت لي إزاي؟ فوريتها الموقع ساعتها ما سمعتش منها أي ورد لا سمعت الرد بالقبول أو بالرفض هل ساعتها بقى هتغيري وجهة نظرك من أكل لحوم عشان الحوان بيقتل إلى أكل اللحوم ديات لأن دي الحوان فيها لا يقتل هو بيخضر لبضع دقائق وبعدها بيتم إطلاق صراحة ومن ناحية تانية كلنا سمعنا عن الدعاوة في السنوات الماضية للتضييق على الناس اللي بتستعمل اللحوم والسبب أن البلديات الهولندية موقعة على التفاقيات بتنص على الحفاظ على المناخ وعدم يعني المساهمة في زيادة مشكلة المناخ إعلاقة المناخ باستعمال اللحوم من ضمن الحاجات المعروفة في هولندا من سنوات اللي هو موضوع انبعاسات النيتروجين كتر تربية الأبقار داخل هولندا الفلاحين الهولنديين بيستعملوا مكملات غذائية بتحتوي على حمض النيتروجين أو حاجة زي كده وده بيؤد في الأخير لخروج انبعاسات من الطربة بتضر بالطربة وبتضر بالهواء وبتضر بالبشر اللي حوالينا وبتسبب لهم مشاكل صحية ولكن البلديات الهولندية وأولا بلدية هارلم تحديدا السنة اللي فاتت في 2022 كانت بدأت تفاكر في موضوع منع ظهور إعلانات اللحوم على اللوحة الإعلانية داخل البلدية وداخل مدينة هارلم ولكن لم يصدر أي خبر بعدها هل هم منعاه ولا لا جاءت السيدة إيمان عضو مجلس بلدية مدينة أمستردام من حزب الخرون لينكس واستفسارت هل يمكن منع إعلانات اللحوم ولكن القانون الهولندي مفوش أي حاجة بتنص على منع إعلانات اللحوم دي أول نقطة تاني نقطة البلديات الهولندية نفسها اللي هي بتقول إنها موقعة على اتفاقيات لحمية المناخ هي نفسها موقعة على إعلانات وعقود إعلانية من شركات اللحوم لحد سنة 2028 فمشا ينفع إن إحنا نمنع الناس تشوف إعلانات اللحوم سواء في بلدية هارلم أو أمستردام أو غيرها ولذلك في حاجتين مهمين مطلوبين عشان إن تقدر إنت تمنع إعلانات اللحوم إنها تظهر داخل المدن والبلدات الهولندية أول حاجة لازم تغير التشريع غير القانون الهولندي يحط في حاجة زي كده وطبعا كلنا لما بنقول إن غير القانون أو التشريع عارفين إن الموضوع ده ممكن ياخد شهور وسنوات قد إيه على ما تنجح في عمل قانون بالشكل ده ثانيا وده الأهم التدخل بشكل مباشر حاليا وتغيير القانون أو بدون تغيير القانون ومنع الإعلانات ديات هيؤدي لعقوبات مالية على البلدات هي في غنى عنها بنيجي هنا للقرار اللي صدر في بداية سنة 2023 بالسماح داخل دول الاتحاد الأوروبي باستعمال الطحين من الصراصير المجففة أو الديدان أو الإرقاط وبنسبة 3.5% والسبب إن بيقولك إن ده بيكون بديل عن البروتينات بدل ما تروح تعمل بروتين طبيعي بتاخده من اللحوم أو بتاخده من البيض أو غيره تقدر تستعمل اليرقاط ديات وبنسبة 3.5% بمعنى لو أنا عندي بيتزارية أو مطعم بتاع بيتزارية بس تعمل 100 كيلو طحين يوميا طحين عادي من الزرة أو القمح أستعمل معاهم 3.5 كيلو طحين من اليرقاط أو الديدان أو الصراصير المجففة وهي دي النسبة اللي بيقولوا عليها النسبة الآمنة بحسب السلطات داخل التحاد الأوروبي وأول شخص عمل بيتزا أو استعمل الطحين من الصراصير واليرقاط داخل مطعمه كان جوزيبي جوزيبي ده يا جماعة راح موقع RTL News الإخباري وصور معاه وبيقولك إنه تم اتهامه بإنه هو خائن لإنه بيستعمل الطحين ده المرسلة من قناة أو موقع RTL News الإخباري جربت بنفسها بيتزا معمول عليها 3.5% من الطحين الخاص بالصراصير أو اليرقاط يعني لا تعليم ما تنساش تعمل لايك الفيديو وتعمل شير وتشترك في القناة وتفعل الجرس وانتظرونا في فيديوهات تانية جاية سلام عليكم اشترك في القناة